موسيقى 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 فيديو اليوم نبدأ بالجدول الثالث الوحدة العاشرة Transitive and Intransitive Verbs الأفعال اللازمة والمتعدية نبدأ أول شيء بشرحة Transitive Transitive هي عبارة عن أفعال ما يكتمل معناها إلا إذا جاء بعدها Object إحنا نعرف أن الشكل البسيط للجملة يتكون من إيش؟ من Subject, Verb, Object مثلا نقول Bob Mailed Bob أرسل لو أقفنا هنا المعنى غير مكتمل مو مفهوم Bob أرسل إيش؟ التكملة عند الأبجيكت The Letter أرسل الرسالة هنا Mr. Lee Signed السيد لي وقع وقفنا هنا وقع إيش؟ عشان كذا نحتاج هنا Object يقول Signed the check وقع الشيك A cat killed The bird القطة قتلت إيش؟ الطائر نفس لما مثلا أقول I like وأسكت I like إيش؟ الجملة ليس مفهومة نحتاج Object هذه نسميها Transitive وعندنا l-intransitive هي جمل مكتملة معناها من دون Object مثلا Something happened شيء ما حدث غاص أسكت Kate came to our house نقدر نقول Kate came Kate أتت أسكت أو أكمل أقول to our house إلى منزلنا مثلا أقول The bird died مات الطائر خاص مفهومة ما يحتاج زيادة عندنا هنا بعض ال-common intransitive verbs واللي هي الأفعال اللي ما يجي بعدها Object أول فعل عندنا Agree يوافق Appear يظهر Arrive يصل Become يصبح Come يأتي Die يموت Exist يوجد أو موجود Fall يقع Flow يطفو Go يذهب Happen يحدث Laugh يضحك Live يعيش Occur يحدث Rain مطر Rise يرتفع Seam يبدو Sit يجلس Sleep ينام Sneeze يعطس Stand يقف Stay يبقى Talk يتحدث Wait ينتظر Walk يمشي أيضا عندنا هنا Only transitive verbs can be used in the passive فقط الجمل اللي فيها الأفعال transitive هي التي تستعمل في المبنية المجهول مو هذه يعني الأفعال هذه ما نستخدمها مثلا الجملة الاكتب المبنية للمعلوم Bob mail the letter Bob أرسل الرسالة عبر الإيميل أو أرسل الرسالة فقط هذه مبنية للمعلوم طب المبنية للمجهول اللي هي passive the letter was mailed by Bob الرسالة تم إرسالها من قبل من Bob لكن هنا الجملة something happened إذن اتذكر في شرحنا لل passive قبل في المحاضرة أو في الفيديو اللي قبل إحنا كيف كنا نحول الجملة ال active إلى passive زي مثلا هنا عندي subject عندي verb عندي object نلاحظ أن ال object هو اللي جاء في البداية بعدين حولنا الفعل بعدين subject في الأخير طيب هنا ما في أصلا object إيش اللي أحطه في البداية اللي أتكلم عنه عشان كده ما ينفع نستخدمها مع الباسد أيضا ما ينفع نقول something was happened ما نستخدم معها أفعال المساعدة نحاول نحل تمليل 9 المطلوب نحط خط تحت الأفعال ونشوف إذا هي transitive نكتب vt إذا هي intransitive نكتب vi وإذا ممكن يبغانا نحول الجملة لل passive نأخذ 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 three the leaves fell to the ground وين الفعل الأول دائما ناش subject يعني fell verb طيب هل هو فعل transitive ولا intransitive نشوف بعده اللي بعده object أو لا عندنا حرف جر background نجاب تكون vi يعني intransitive طيب ليش قلنا intransitive ليه مو transitive الأفعال اللي ذكرناها fall واحد منها كان fall fell الماضي من fall نشوف اللي بعده عندنا i slipped at my friend's house last night slipped هذا verb طيب intransitive ولا transitive intransitive ليه كان عندنا الفعل sleep وهذا الماضي من sleep many people felt an earthquake yesterday طيب الفعل هنا felt هذا هو الفعل intransitive ولا transitive transitive لأنه ما هم من الأفعال اللي قبل يعني نقدر نحول البصف ايوه ايش نسوي هذا subject حددنا الفعل earth quick and earth quick هي ايش الobject ايش نسوي نحط الobject في البداية نقول and and earth quick عندنا الفعل felt في الماضي احنا ما نحط b زائد تصريف ثالث يلا ال b اخلونا نبدأ بالتصريف الثالث ناخذ الفعل الفعل اصلا تصريف ثالث يلا نحط felt طيب قبله ايش b الفعل في الماضي نحط was they was احنا في الماضي وعندي في الماضي عفوا are was وانا اتكلم عن ايش الزلزال واحد مو زلازل بما انه مفرد نقول was an earthquake was felt ناخذ هذا هنا by many people طيب yesterday هذي بما انها فترة زمنية بنحطة بالاخير كده خلصنا نحل نمسحينا عشان نحل اللي بعده نمشي نكون انكم انتم كتبتوا الحق number six dinosaurs existed millions of years ago نشوف عندنا هنا existed فعل طيب intransitive ولا transitive intransitive كيف علفنا الجدول اللي قبل او الكلمات اللي حددها كان فيها الفعل exist نحفظ نحفظ الافعال مع تصريفات شكلها في الماضي او شكلها في التصريف الثالث عدنا اغري الفعل intransitive من الكلمات اللي فوق Many people die during a war الفعل die ايضا intransitive كان عندنا في الكلمات اللي فوق الفعل died عندنا هنا scientists will discover a cure for cancer someday وين الفيل discover هل discover من الأفعال اللي كانت فوق لا يعني هو verb transitive يعني نقدر نحولها باسف ايوه كيف نحولها باسف نشوف عندنا هنا subject will بدا عندنا a cure هذا ال object يلا نحط ال object في البداية نكتب a cure حطينا ال object في البداية ايه الثاني خطوة نحط ال b زائد ال passport التصريف الثالث يلا ناخذ الفعل discover نحوله تصريف الثالث يش التصريف الثالث من كلمة discover اكتبها هنا discovered الاحين نشتغل على ال b ال b لازم تكون نفس زمن الفعل اللي في الجملة الفعل اللي في الجملة اللي هو discover قبله شي او عفوا discover هنا اول شي قبل ما نشوف قبله شي بعده شي مضاف له شي لا ليش لنقبله will اللي بعد will يكون في شكله البسيط يعني بحط b زي ما هي كلمة ب طيب فيك شي قبل الفعل ايوه في عندنا will خاصة يجي قبل ال b will يعني a cure بعدين احطها بالجملة will be discovered بعدين ايش يسوي ناخد السبجيكت نكتب by scientist and then اخر كلمة someday يوما ما نكتبها هنا someday نحلها نحن نمسح الحل نشوف اخر شي number 10 did the italians invent spaghetti هنا عندي سؤال نشوف وان الفعل invent هذا هو ال verb intransitive ولا transitive transitive كفا عرفنا ما هو مذكور من الافحال اللي كانت فوق طيب يعني نقدر نسويها نحولها البسف ايوه نقدر اول حاجة عندنا did هذي اداة الاستفهام هنا italians the subject ال verb ايش the object يلا ال object بيكون بالبداية عفوا وبما انه سؤال بنترك اول شي فراغ عشان احنا نحتاج اداة الاستفهام او اداة للسؤال زي did طب تركنا مسافة ناخذ ال object spaghetti نحطه في البداية بعدين ايش نسوي ناخذ الفعل الفعل كيف بنحطه بي زائد past participle يلا الفعل نحوله التصريف الثالث invent التصريف الثالث منه invented طيب هنا ما تركنا مكان للبي زي قبل لما كنا نشتغل ونحطه قبل ليه لان هذا سؤال معناته البي هذي بتكون بالبداية طيب نشوف البي هذي كيف اختار شكلها بناء على ايش طالح في السؤال او في الجملة الاساسية جملة هذي في اي زمن ماضي كيف عرفنا عندنا did بما انه ماضي عندي طريقتين للسؤال في الماضي was where على اي اساس اختار was ولا where على اساس هذا spaghetti مفرد ولا جمع هنا مفرد بنقول ايش was was spaghetti invented ممكن نوقف هنا ممكن نكمل ناخد السببجكت اللي في الجملة الاساسية اللي هو the italians نحط by نكتب the italians بعدين علامة استفها الجلول الرابع يتكلم عن using the by phrase استخدام جملة by اللي نستخدمها مع البسب مثلا نقول the sweater was made by my aunt السترة صنيعت من قبل عمتي by بعد السبجكت او الفاعل طيب عندنا هنا the by phrase is used in passive sentences when it is important to know who performs an action نستخدم كلمة by او جملة by اللي هي by وبعدها الفاعل مع البسب اذا كان من المهم ان الشخص يعرف مين اللي سوى هذا الفئن يعني مثلا by my aunt عمتي هنا في هذه الجملة is an important information هي معلومة مهمة ان ابغى الشيء يعرف ان هذا الشيء صنع من قبل من usually there is no by phrase بالاغلب في البسب ما يكون في جملة by the passive is used when it is not known or not important to know exactly who performs an action البسب المبنى المجهول في العادة يستخدم لما يكون ملازم نعرف مين اللي سوى الفعل او ما نعرف اصلا مين اللي سوى هذا الفعل مثلا my swear was made in korea سترتي صنعت في كوريا هنا ما ذكرنا مين اللي صنعها لكن ذكرنا المكان spanish is spoken in colombia اللغة الاسبانية يتم التحدث بها في colombia انا ما قلت مين اللي يتحدث في مقوس الكلومبين انا ذكرت فقط المكان خاص ومن سياق الجملة انت بتعرف ان انا قصط الكلومبين هنا بما انها صنعت في كوريا اصلا مين اللي صنعتها طبي الكوريين يعني معلومة مو لازم اذكرها مو لازم اقول المنزل تم بناءه في الف وتسعمية واربين طبيعي ما حد يتذكه يعني مبني الف وتسعمية واربين بنقعد متذكري من اللي بنه فهذه معلومة ما نعرفها في الاغلب نستخدم الاكتف سنتنس او المبني للمعلوم لما المتكلم يكون عارف مين اللي سوا الفعل مثلا my aunt is very skillful عمتي ذات مهارات يعني she made this sweater صنعت هذه السترة I like your sweaters عجبتني ستراتك thanks this sweater was made by my aunt شكرا هذه السترة تم صنعتها مقبل عمتي او the sweater was made by my mother السترة صنعتها امي هنا يقول ان speaker b اللي قال انه عمته او امه صنعت السترة هنا يبغى يحط الattention والانتباه على subject الفاعل في الجملة اللي هي my aunt او my mother يعني اشوف عمتي ثوتها امي ثوتها يبيركز على هذه المعلومة عشان كذا استخدم كلمة by نحل تمارين 12 change the sentences from active to passive نغير الجملة من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول include the by phrase only as necessary نحط جملة by فقط اذا كانت مهمة مثلا bob smith built that house bob smith بنى ذلك المنزل المعلومة هنا مهمة لان انا اصلا محور الكلام اللي بناه bob smith فنقول the house was built by bob smith طب نشوف هنا someone built this house in 1904 شخص ما بنى هذا المنزل في عام 1904 نلاحظ في الجملة انه someone ما نعرف مين يعني جملة by غير مهمة هنا صح؟ يعني بنسويها على طريقة اللي شرحتها قبل لانا subject اللي هو someone نحذفه ما بنحتاجه ولا بنستخدمه هنا الverb built this house object طيب ايش نسوي ناخذ object في البداية this house يلا نشتغل على الفعل شكل الفعل بيكون b زائد التصريف الثالث يلا نشوف built نحولها التصريف الثالث التصريف الثالث من built نفسها built طيب اكتبها هنا او من دون ما نكتبها الحين لان احنا نحن بنشتغل على البي اللي هي تنحط قبل كلمة built يلا بي لازم توافق شكل الفعل في الجملة الاساسية built هنا في الماضي يعني بي بتكون في الماضي شكل بي في الماضي شكلين was where يلا this house هذا المنزل منزل واحد فقط يعني بنستخدم was ولا where was خلاص الحين نحط built يلا نكتب built نمسح الاسهم الكثير هذي احنا قلنا اننا حذفنا سمون خلاص ايش بقى في الجملة عندي built حطيناها this house حطيناها بي هذي خلاص نحط in one nine oh four نقطة people grew rice in india الناس يزرعون الرز في الهم هنا انا ما ذكرت شخص معين يعني الناس لو قلنا مثلا يتم زراعة الرز في الهند من عقلك مين اللي يزرعه الصينية طبعا الهند فمن زياق الجملة ملازم نحط كلمة people اللي هي subject خاص بنحذفها grow هي الفعل فعل verb rice هو object india هنا مكان يعني بتكون في 1904 كانت زمان فلاحط الآن في الأخير طيب نمسح هذه عشان يكون مكان نكتب فيه يلا أول حاجة الobject في البداية وين وين الobject rice يلا نحط في البداية rice ناخذ الفعل ايش بنسوي في الفعل بنحط b زائد past participle b طيب ايش التصريف الثالث من كلمة grow كلمة grown نكتب هنا على الجنب طيب نشوف الجملة هنا في أي زمن نحف هذا في أي زمن هذه الجملة نلاحظ عندنا ما في ماضي ما في مستقبل مثلا زي كلمة ول ما في ing من دون أي إضافات ايش الزمن اللي يجي مرة بالفعل بإضافة ومر باس مضارع يعني ال b لها شكلين في المضارع أو في الحاضر is و r طيب احنا نتكلم عن rice rice رز هو جمع أصلا لكن عامله معاملة المفرد له لأنه غير معدود عموما نكتب is دائما rice معها is لأنه غير معدود طيب is نحين نحط كلمة ground إيش اللي بدي عندي in ind صح يلا نحط in india خلصنا نمسح هذه التفاصيل حذفناها نحفظ someone people على طول نحفظ ما هذا إذا جاب لي اسم زي هنا بناخد هبعي شوين من حل هذه أول حذفنا people الناس طيب speak هي الفعل Spanish هي object in بير و مكان يعني بتنحط بالأخير do هنا عندي سؤال يعني في البداية بترك فراغ عشان أنا بكون سؤال مبني للمجهول أول شي ايش نسوي نبدأ بالobject يلا نحط object غير لون الخط عشان ما نخبض Spanish حطينا object الحين ايش بنحط الفعل اعتقد كلنا نحفظ ب بائد past participle يلا نحول speak تصريف ثالث تصريف الثالث من speak نكتب هنا تحت spoken طيب البي نشوف الجملة الجملة do do نستخدمها مع المضارع يعني بشكلها بيكون يا إما إز يا إما آ هنا كلمة spoken بدل ما نحط ها على جنب نحطها هنا طيب ما تركنا مكان للبي ليش لأن البي بتيجي هنا في البداية ليش للنسؤال طيب بي قلنا بنستخدم إز ليه مفرد أو نتكلم عن لغة واحدة ما قلت إذا سبانيش أند آرابيك إذا قلت آرابيك أو ضفت جغلة ثانية بيقول آ هنا لغة واحدة إذا سبانيش هذه كلها يلا number five Alexander Graham Bell invented the telephone Alexander Graham Bell هو الذي اخترع الهاتف نشوف أن هذه المعلومة مهمة أساس المعلومة التي قلناها أن نقول من الاخترع التلفون صح لذلك نستخدم جملة by يعني Alexander Graham Bell الذي هو الفاعل ما بنحذفه هنا بنخلي قبل by بنحطه بالأخي نبدأ هنا عندنا الفعل invented the telephone object يلا نحط the telephone في البداية the telephone الحين نشتغل على الفعل نحول الفعل invented إلى b b زائد التصريف الثالث كيف أول شي نحول التصريف الثالث invented أصلا شكلها في التصريف الثالث نفسها invented طيب نترك هنا مسافة عشان نحن بنشتغل على b نكتب invented يلا نشتغل على b ونحط هنا b لازم وافق زمن الفعل في الجملة invented هنا مضاف ل ed يعني ماضي صح ولا لا طيب b في الماضي لها شكلين أشكالها إيش was where نحن نتكلم عن إيش هنا the the telephone الهاتف الهاتف ما قلت الهاتف 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 واحد يعني was ولا where was طيب هنا the telephone was invented الحين نحط جملة by نكتب by Alexander Graham bill bill نقطة الحين ناخذ الجدول الخامس passive model exsularies model exsularies are often used in the passive المodel exsularies واللي درستناها قبل غالبا ما تستخدم ما اش ما الpassive فالصيغة بتكون واللي لازم نحفظها المودل وبعدين البي والبي ثابت يعني احض كلمة بي بي نحاول نحل number 19 تمريد التاسع عشر اش المطلوب نضيد the sentences by changing the active model to passive نحول المودل اللي في الجملة الى passive number 2 the people should plant tomatoes or tomatoes in the spring tomatoes in the spring people's subject حذفها in the spring حطاها هنا tomatoes اللي هي الobject في البداية ايش اللي لسه ما اشتغل عليه هنا should plant الفعل plant وعندنا المودل should ايش نسوي او شي نحط المودل بعدين نحط كلمة بي بعدين الفعل هنا نشتغل عليه ونحوله تصريف ثالث ايش تصريف الثالث من كلمة plant planted number 3 people cannot control the weather 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 people هدفها cannot control cannot model يلا نحط can not be نحول control تصريف ثالث control نقطة someone had to fix our car before we left for chicago before we left for chicago the object عفوا ابدا ما هي the object هذه زي جملة الزمان والمكان اللي قبل حطاها بالأخير our car هي the object هنا صارت في البداية someone حذفناها ايش المتبقي had to fix هذا هو الفعل يلا نحط had نحط the two بدلا نحط be fixed نحولها تصريف ثالث fixed people can reach me on my cell at five 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 three eight fifteen i بدلا ندي on my cell phone هنا والsubject i حول المين اللي هي الobject عفوا حولها ال i subject هنا في الجملة people حذفناها can reach يلا ننزل can نحط b نحاول reach اللي هي الفعل في صريف ثالث ايش بتصير reached وفي كده نكون رسلنا لنهاية الفيديو see you next time موسيقى